الإمام الشافعي إمام في الفقه والاستنباط وإمام في الحديث والوثوق فيه لكنه لم يروي من الأحاديث ما رواه الإمام أحمد وإن كان أروى من شيخه الإمام مالك لكن بالنسبة للإمام أحمد لا الإمام أحمد اجتهد في الرحلة والجمع الأحاديث حتى الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يقول الإمام أحمد كان يقول أنتم أعلموا مننا بالحديث فإذا صح عندكم الحديث فأخبرونا به نذهب إليه حجازيا كان أو عراقيا أو كوفيا إلى غير ذلك فالإمام أحمد رحمة الله عليه كان مجتهدا في طلب الحديث والإمام الشافعي كذلك اجتهد في ذلك لكن ما رحل كما رحل الإمام أحمد الإمام أحمد أيضا جمع إلى الحديث الفقه الذي أخذه من الشافعي فالشافعي كان إماما في الاستنباط حتى إن الإمام أحمد روي عنه أنه جاء إلى مكة فكان فيه الإمام الشافعي وفي آنذاك كان فيه عبد الرزاق وكان صاحب الإمام أحمد إسحاق بن راهوية فإسحاق كان يريد أن يطلب الحديث من عبد الرزاق فقال له الإمام أحمد رحمة الله عليه تعالى نشهد ذاك الفترة يعني الشافعي كان صغيرا بالنسبة لغيره قال إني أريد أن أطلب الحديث بعلو يعني عند عبد الرزاق الصنعاني قال عبد الرزاق الصنعاني أو غير عبد الرزاق الصنعاني إن لم تجده عالي الإسناد عاليا بمعنى أن الرجال في الإسناد أقل من غيره فستجده نازلا الرجال فيه أكثر لكن حينما يفوتك ذاك العقل الذي عليه الشافعي رحمة الله عليه فقد فاتك خير كثير ليس هذا تزهيدا بالحديث كما يفهمه البعض لا لا هو بأنه ينتهز الفرصة أنت طالب العلم إذا فتح لك باب من أبواب العلم انتهز الفرصة وتمسك فيها لين تخلصها واضبطها مثل الشافعي كما جاء في بعض الآثار هذا يعتبر مجددا للقرن مجددا في أصول الفقه وهو كذلك فقد شق الطريق لمن يأتي بعده فيما يتعلق في أصول الفقه فكتب كتابه الرسالة الرسالة كان فيه يعني مباحث كثيرة منها مباحث كانت آنذاك أثارها بعض سواء بعض أهل الكلام ممن يطعن في أحاديث الثابتة بالأسانيد ويقسم الأحاديث إلى متواتر آحاد أو غيرها من المباحث كالمرسل كالاستحسان كغيرها كتب كتابات كثيرة هذه الرسالة كتاب الرسالة يقال أنه ألفه على مرحلتين مرحلة الأولى في العراق ثم بعد ذلك انتقل إلى مصر في سيرته المشهورة في مصر آنذاك تجددت له مباحث أشياء صار عنده اجتهاد في مساء الأخرى فكتب النسخة الثانية من ما كتبه في العراق فقيل الرسالة نسخة العراق وقيل الرسالة النسخة المصرية المتأخرة اللي طبعاً يرويها عن الإمام الشافعي راوية الإمام الشافعي الربيع بن سليمان المهم أننا بنطول بهذا الكلام في الأم المطبوع في أوله كتاب الرسالة وكتاب الرسالة أيضاً حققه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه تحقيقاً مميزاً الممتاز المميز عن غيره بجمع المخطوطات والتعليقات الجميلة وهي من النسخ القديمة التي كان هؤلاء يعتنون بها عناية فائقة فحرسوا على ضبط العبارة حرسوا على إلى غير ذلك